قبل ما اختم معاك شايف بعد ما اتكلمنا في العديد من الامور والعديد من الملفات اللي بتشغل الشارع الكروي المصري شايف ايه الرشدة ليه احنا ما ينفعش نعرض المشكلة من غير ما نعرض الحلول صح كده فيما يخص ملف ادارة كرة القدم المصري عايز اعرف منك زي ما طرحنا المشكلة لازم نطرح الحال المسؤول اللي بقى موجود في اتحاد الكرة يكون شرط الممارسة مش لازم يبقى هو شخصية عامة لازم يبقى شرط الممارسة كرة القدم عشان تطور يبقى الراجل عاشي الاجواء نفسها انا عايز من الترشيح يبقى كده من الاساس في انتخابات اتحاد الكرة الجاي بس كده ده ده كفاية اوي بس اللي قد ده لو حصل انا بختلف معاك هقول لك ليه لان فيه ناس كتير جدا ادارة اتحادات اوروبية كبيرة جدا وما كانتش بتمارس كرة القدم ولكن انا يعني عندي معلومة انا دايما مش بنحب ان احنا نقول رأينا بنحب ان احنا ندي معلومات للمشاهدين فالمعلومة اللي عندي والحاجة اللي اثباتت نجاحها في كل حتة في العالم ان انت تجيب ناس مسؤولين عن هذا الملف دي فول تايم جوب او دي شغلانة بياخد عليها اجر فبالتالي تعرفت حسبه اللجنة اللي بتدير ملف كرة القدم تكون لجنة من كذا فرد عندها باكجراوند فيسيولوجية وطبية وابعاد عن الاستشفاء وتوقيت المباريات وتشكيل لجنة بتمونيتر او بتقدر ان هي تحاسب الناس ديت ويكون فيه لوائح بتمشي على الصغير قبل الكثير